الديمقراطية ودولة الأنون والمؤسسات ما فيها تكون حب من طرف واحد يعني ما فينا نحنا طول الوقت نظل ممسكين بهاللعبة الديمقراطية والفريق الآخر ما بيتمسك فيها إلا وقته هو يعجبه هيدا الموضوع يدعين عليها يا كلنا بدنا نحترم المؤسسات والديمقراطية يا ما فينا نظلنا متمسكين فيها نحنا لا هلأ متمسكين باللعبة الديمقراطية بس إذا بقى حزب الله على تعنته وعلى موقفه وعلى استكباره وعلى الفوقية طبعه يا سلامان الفرجية يا الفراغ لا نتحاور عشو عسلامان فرنجية نتحاور عشي تاني إيه ولا ممكن بأي شكل من الأشكال على المدى الطويل أنه يتم التعايش بين سلاحين بالبلد يعني أنا بدأي حزب الله يتعز بس هم عنده تجربة إيرانية يتعز ما خلصنا خلي يتعز أول شي من اللي عم بيصير بالسودان بين الجيش النظامي وقوات التدخل السريع يتعز من اللي صار بروسية بين الجيش النظامي ومجموعة فاغنر أنا ما عم بقول رح يصير فيه مواجهة بذات الشي بس أكيد ما فيه يضل فيه سلاحين ودولتين بذات البلد نحنا كحزب كتائب عارفين وشايفين أنه حزب الله لن يتخلى عن اللي هو بيعتبرها مكاسي بضمانات المقومة وعبر عنها سيد حسن نصر الله وبالطالب نحنا كنا من الأول عم ندعي أنه خلونا نوقف معركة رئاسة الجمهورية بمعنى معركة الأصوات ونروح على مواجهة سياسية شاملة بالبلد في أفريقاء بالمعارضة موافقين على هالنقطة في أفريقاء آخرين بالمعارضة بيعتبروا أنه بعد إذا بدك محين الوقت أو مكومات هيدا المواجهة خاصة أنه في سلاح ليست موجودة بس أنت إذا ما عملت رابورد فارس معين هزب الله شوف يرق معهم نسبوا الفراغ يعني برجع بقلك دولته عمله كرد الحسن عنده التهريب ماشي سيداليات المرتضى موجودة مديرسو ماشي الكابتاجون ماشي التهريب بدك أرخص بضاعب البلد بتنزل على الضاحية بدك أرخص سعر صارف بتروح على الضاحية أصلا بتشوفهم على الطرقات وقفين هذا المنظر ما بتشوفه بغير مناطق بدك أرخص طوابع بتروح على الضاحية عنده خيط دولته ماشي تتلقي طوابع أصلا بتنزل على الضاحية بقى تقولك أنه هو الفراغ مناسبه لأنه دولة المؤسسات هو ما بتهمه برعكس وكان عم بيمتص مقدرات الدولة ومؤسساتها هلأ الكاش إيكونومي أحسن شيء أحلى كدو بتكون أعطيته هي لحزب الله وبالتالي مشان هيك عم ندعي إلى هذه المواجهة هيدا المواجهة من شأنه أنه تخلق ميزان إيوه جديد من شأنه أنه تحرك الداخل والخارج لأنه الخارج إذا أنت ما تحركت ما رح يتحرك الفيدرالية مع أنه هو نظام ناجح جدا ونحن منا ضده كنظام بس مشكلة حزب الله ما بتحل النظام الفيدرالي هيدا اللي عم نحاول نقول مشان هيك نحن عم نطالب باللا مركزية ومش الإدارية لأنه عمنا كل شيء بشوهوله مفهوم الميلي اللا مركزية بتصير إدارية الديمقراطية بتصير توافقية هي لا مركزية من ضمن الإنماء من ضمن الميليه أكيد حتى تقدر هالمناطق تقوم بالإنماء عندها زيت النتيجة إذا بدك مثل الفيدرالية بس أنت محافظ على قوانينك على القليل المدنية على كل لبنان لأن الفيدرالية ما رح تحل لك سلح حزب الله لو بتحل موضوع حزب الله بقل لك أول ناس منمش فيها ونحن مانا بعاد عنها بس ما بتحله ترجمة نانسي قنقر